بنتعامل وإحنا منتبهين لده فلازم نتعامل مع أولادنا وإحنا منتبهين إزاي هنحل المشكلة دي وعشان كده تعالوا نقول شوية حاجات حاول إنك في المواطن اللي بيكتر فيها أوريخ خطوة لازم نعملها حاول في المواطن اللي بيكتر فيها التمرد والصدام بينك وبين الأولاد ما تستخدمش بهم شريط الولدية الانتقادية عشان ما يخرجش منهم الطفولة المتمردة لنقول تلك ولكن نشط عندك شريط البالغ يقول لي أنا شيرت البالغ عامل إيه يعني عامل إيه ولا حاجة سهلة خالص أقول لك أداة سهلة خالص اسأل أسئلة حقيقية يقول لي يعني إيه أسئلة حقيقية أقول لي تما أنا بقول له هو ينفع كده أهو ده سؤال لا ده مش سؤال ده اتهام ده سؤال استنكاري قال له طيب لما أقول له هو أنت تفضل كده طول عمرك أما ده مش سؤال برضو ده استهزاء أقول له مثلا أكيد أنت بتحب ربنا ده برضو مش سؤال ده سؤال إيحائي لازم تسأله سؤال واضح أقول له إيه ببساطة ولد مطور شعر خلينا نكلم عن ولد مطور شعر وشكله مطور شعره وأنا مش حابب بالأمر ده حبيبي أنت مطور شعرك ليه ده سؤال حقيقي فيجيوب عليه قل له وانت شايف شكله وشكل الناس وشكلك وانت مطور شعر عجبك آه عجبني خلاص يا حبيبي لو شايفه جميل ما فيش مشاكل هيجي يقول لي يعني أنت معندكش مشكلة لأ أنا حبيبي عندي المشكلة بالزبط كده إن احنا كلنا بنحب الجمال فلازم نكون عندنا شيء جميل في ده بعد شوية هيبتدي هو يفكر أنا سبته خلاص بس ده كل دوري بس هي المشكلة بقى إن الأم والأب عندهم مشكلة إيه هي مشكلة الناس هيقول له إيه إيه ده أنت سايب ابنك يطور شعرك إزاي إحنا كان عندنا الأمهات والأباء بيأخذوا الأولاد غزباً عنهم يحلق لهم شعره أنا أعرف أمهات بتقص شعر للبنات واما نايمين ليه طيب مع الشعر ده هي عندها وسوسة في النظاف فتقولك لحسن يحيو حاجة طب أنتوا كده بتدمروا أولادكم وواحدة تسعى تلاقي شعره ما فيش شعر طب بتعملي كده ليه عشان ده أفضل في النظافة وأفضل في ده غلط غلط يا جماعة التانية حاجة لازم نعملها القبول لازم نكون مع أولادنا عندنا نلاقي أولادنا وهم بيقولوا عاوزين أباءهم يحبونا وهم شايفين نابوهم وهم ما بيحبوهمش ليه طيب هم شايفين نهم بيحبوهم بس لما يبقوا شطرين أو أسكا لكن لو على حالهم كده هم ما بيحبوهمش فلازم نشعر أولادنا بالتقبل لازم نشعرهم بالقبول احنا بنحبوهم عشان هم أولادنا مش بنحبوهم عشان هم نكحين لما يبقوا نكحين نفرح معهم بنجاحهم لكن احنا بنحبوهم لأنهم أولادنا عشان كده كتروا من المحبة وقللوا من الانتقاد وكسرة والشكوى واللوم الثلاثة مثلث الرعب ده لو مثلث النكت ده لازم نوقفه والانتقاد الشكوى اللوم سيدنا سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه بيحكي إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخده هو سيدنا الحسب ويقول إيه اللهم إني أحبهما فأحبهما فأحبهما يعني إيه اللي حصل يا رب أنا بحبهم فأحبهم يا رب سبحان الله إيه الجمال ده عنده تقبل ولا قال لأ عشان ده وإذاك سيدنا أسامة بن زيد الحب بن الحب الأفعال اللي فيها قبول وفيها محبة بتدعم الصلة اللي بيكون بينكم وبين أولادكم وبتقوي شخصياته فمحتاجوش للتمرد عشان يثبتوا نفسهم مش هتلاقي واحد شبعان حب عارف ليه عارف اللي بيحصل في مسألة التمرد والوصول للمسألة للحد الولد كان عنده احتياجات فالأب أثر في احتياجاته أو علمه طريقة واحدة في التفكير فالولد إيه اللي حصل حاسس إنه جعان فبيحاول بالتمرد ده إنه يشبع يشبع من إيه يشبع بإن الحياة ملكي مش عفضل أسير الطريقة بتاعتكم الديقة دي تخيله وعرفته إن ربنا الواسع ربيته على إن ربنا الواسع وإن أنت ما تضيقش عليه حياته وإن أنت بتساعده إن حياته تكون واسعة تخيل الفكرة دي فكرة واحدة بس أنت بتساعده على إنه يكتشف اتساع العالم يا سلام الحاجة الثالثة الاحترام على فكرة أولادنا عندهم برضو الاحترام ده بيأسر القلوب قيمة بتأسر القلوب وبتلاين خلق الناس لأنها مليانة بالقيم والأخلاق الكريمة هي دي ما حاسن الأخلاق كل واحد فينا لازم يحترم ابنه أنت لو عايز ابنك يحس إن انت نعمة لازم تحسس ابنك إنه هو نعمة لكن ما تجيش إن انت تحسس ابنك بالنقص وتشتمه وتستهزأ منه وتخليه عبرة للناس وبعدين تخليه بعد كده تشعره بأنك بتحبه ستين عائشة رضي الله عنها بتقول ما رأيته أحدا كان أشبه كلاما بسيدنا رسول الله صلى يبقى إيه اللي حصل بقى يبقى إحنا لازم كده فهي وكان يرحب بالسيدة فاطمة إذا دخلت عليه ويحترمها ويقدرها رابع حاجة غلي في النصيحة دايما بالمحبة لما ديه تعلم ابنك وتربيه خليها دايما مليانة بالمحبة إذن يا سادة إحنا كل الكلام اللي احنا بنقول ده هنعيده عليكم ونكرره لأنه محتاج إنه يتنحت في القلوب بالجمال وبالمحبة